يبقى نجاوب على اول سؤال ماذا تعرف عن الهكسوس؟ اهم جماعة من الرعاة كانوا يعيشون في اسيا ومن اين اتوا؟ من اسيا وتسللوا ايام اجدادنا الفراعينة اغاروا على مصر من جهة الشمال وصلوا الى محافظة الشرقية عسكروا في بلدة اواريس واتخذوها عاصمة لهم طيب لماذا؟ لماذا اتوا الى مصر؟ او لما يجي يقولنا كيف حكم الهكسوس مصر؟ هنقوله الاجابة كانوا يتدخلون في شؤون مصر عاملوا على تفرقة الشعب المصري تفرقة صفوف الشعب واخمات قوته واضعاف كلماته وكانوا يظلمون الناس وينهبون اقواتهم ويسرقون اموالهم ويشردون ابناءهم وكانت النتيجة عامة الغضب والصخط جميع انحاء البلاد وهنزود كمان على كل ده ان الهكسوس ساخروا من عادات المصريين وتقاليدهم جيب احنا عرفنا كده كيف حكم الهكسوس مصر؟ وعرفنا برضو هنا ان مالك الهكسوس ارسل رسالة تهديد الى سقن رع وكان ايه مضمونها؟ كان مضمونها ان افراس النهر في طيبة تزعجه في اواريس واذا لم تكف افراس النهر عن هذه الاصوات فسيرسل من يبيدها طيب من امير طيبة؟ ما احنا قلنا خلاص؟ سقن رع وبما كان يتصف؟ كان يتصف سقن رع بالقوة والاخلاص اقوى امراء مصر واكثرهم اخلاصا لبلادي واشدهم معارضة لحكم الهكسوس يبقى احنا هنا في الفكرة دي عرفنا السبب الحقيق في تهديد ملك الهكسوس لمين؟ لسقن رع والسبب الحقيقي ان سقن رع يزيد في جيشه لهذا ارسل اليه منذرا ومحذرا وعرفنا برضو ماذا فعل سقن رع بعد تسلمه رسالة التهديد التي ارسلها ملك الهكسوس اجتمع برجاله للتفكير في رد هذه الاهانة وانتهى الاجتماع بان يرسل الى جميع الامراء يدعوهم لضم الصفوف وجامع الكلمة والى لقاء قريب في القصر طيب عايزين نعرف امراء مصر هيعملوا ايه وهيتفقوا على ايه لما يجتمعوا مع سقن رع ووعدوا سقن رع بتقديم كل العون للمعركة وماذا سيقدم امير ارمنت سيقدم كل ما جمعه من عربات وامير ابي دوس هيقدم الرجال وامير قفت سيقدم المال وامير بوتو سيقدم الرجال والاقوات والخيام وهيبدأ بقى سقن رع يحارب من الهكسوس او حارب الملك الشجاع سقن رع عدوه وسقط مدرجا ده مين اللي سقط ده سقن رع هو اللي مات سقط مدرجا بدماء الشرف ملطخا مغطى بدماء الشرف وكان لزوجاته اسمها زوجته ايه ايا حتب كان لها فضل كبير ان هي شجعت جزها برضو على محاربة الهكسوس لحد ما مات وشجعت بعد كده ابنه لحد ما مات برضو يبقى احنا عرفنا هنا ان ايا حتب كانت مثالا للمرأة المصرية المخلصة لوطنيها والدليل على ذلك انها دفعت زوجها سقن رع الى ساحة الشرف فحارب الهكسوس وسقط قطيلا وشجعت من بعد ابنها كاموس على مواصلة الحرب فانتصر عليهم وطهر السعيد منهم وخلفه احمس الذي كرس حياته لخدمة وطنه لم يجي يقول لنا بقى ما دور احمس في القضاء على الهكسوس اهو بيقول لنا زحف جيش مصر بقيادة مين احمس من طيبة الى الشمال وكل جندي في هذا الجيش متحمس للقاء للقاء هؤلاء الدخلاء متعطش الى الفتك بهم الى هلاكهم ليخلص بلاده من الذل الذي لحقها والعار الذي خيم عليها يعني سيطر عليها وغطاها وما ان التقى جيش احمس اول ما التقى جيش احمس بهؤلاء الرعاة لهم الهكسوس اندفع نحوهم اندفاع الاسد نحو فريساته وانقض عليهم انقضاد الطير الجارح على صيده وامام هذه الصفوف الزاحفة لم يجد الهكسوس هؤلاء الدخلاء غير الفرار هربوا الى الشمال وراح احمس يطردهم حتى اقترب من عاصمة ملكهم اللي هي كثير العاصمة بتاعتهم اواريس يبقى عرفنا خلاص دور احمس في القضاء على الهكسوس انه زحف بجيشه من طيبة الى الشمال هجم عليهم وهزمهم وهربوا وفروا امامه الى الشمال وطاردهم حتى اقترب من اواريس وامام هذه الاراضة الصلبة والوطنية الصديقة لم يستطع ملك الهكسوس غير الهرب من واجه الجيش المصري وعاد من حيث اتى الى اسيا وانقذ احمس مصر القديمة كلها من هؤلاء المغيرين الهاجمين اللي هم الاعداء الدخلاء بعد ان جمع الكلمة ووحد الصفوف والجهود يبقى لما يجي قولنا كيف كانت نهاية الهكسوس هنقول فروا او هربوا من واجه الجيش المصري وعادوا من حيث اتوا في الفصل التاني بعنوان كفاح شعب مصر بنتكلم عن الفرس يبقى الفصل الاول كان بيتكلم عن الايه الهكسوس الفصل كل فصل قصة لوحده فهنبدأ نتكلم عن الفرس متى تم احتلال الفرس لمصر هنقوله في القرن السابع قبل الميلاد بعدما تداعت وبعدما انهارت دولة اشور وما موقف الشعب المصري من ذلك صممه على الدفاع والاستماتة واصره على ان يكبد الفرس اكبر الخسائر في كل شبر من ارض مصر الغالية طيب من قائد الفرس من ملك الفرس قمبيز يبقى قمبيز ده ملك الفرس او قائد الفرس يبقى لما يجي يقول لنا لماذا لجأ قمبيز الى استخدام المكر والخديعة ليه لانه علم ان المصريين مصممون على الدفاع والاستماتة وتكبيد الفرس اكبر الخسائر وما الحيلة التي لجأ اليها قمبيز لخداع المصريين اهو الحيلة امر بتجهيز اللي هي الخدعة يعني امر بتجهيز سفينة تتجه نحو منف وعليها منادم ورفع لافتة فوق صاريها فوق العمود الذي يقام في السفينة لكي يطمئن المصريين اليه ويطلب منهم التسليم من غير حرب ومن غير قيد او شرط واخذت السفينة تتنقل من قرية الى اخرى طيب كان ايه موقف المصريين منها وما موقف المصريين من هذه الخدعة بيقول لنا لم يستجب المصريون لها دا المصريون كانوا بيشيعونها بنظرات الحقد والسخرية حتى وصلت الى منف يعني يشيعونها يتبعونها يودعونها يبقى لم يستجب المصريون لها فوجد قنبيز ووجد الفرس ان المصريين لا يقيمون لها وزنا مش عامل لها اي اي ما لا يهتمون بها ارسل قنبيز اليهم رسالة يقول فيها كانت رسالة ايه دي بقى رسالة تهديد بيهددهم يبقى الحيطة المهمة هنا علل ليه ترك المصريون رسول قنبيز يذهب بسلام اهو افتخارا بتقاليدنا المجيدة يبقى احنا عرفنا هنا ايه الخدعة اللي عرضها احد رجال قنبيز عليه اهي وليما دون سلاح ولماذا صنع قنبيز وليما للمصريين ليبعد اه ليبعد فكرة الحرب من تفكيرهم طيب ايه موقف الشعب المصري منها برضو لم ينخدعه لم ينخدع المصريون بهذه الحيلة بل علموا ان ذلك مكيدة من اعدائهم للايقاع بهم فحشدوا بدل ما يروحوا وليما من غير سلاح ده جمعوا الجيوش حشدوا الجيوش وقابلوا بها قنبيز فاتجه قنبيز بقواته الى الى منف وفتحها وغلب مين اب سيماتيك يبقى هنا كده من الانتصار كان فين في منف كانت بين منه مين اب سيماتيك وقنبيز كانت فين في منف والانتصار كان لمين لقنبيز يبقى هنا سؤال لماذا ظن الفرصة ان الامر في مصر قد استثبى لهم لان قنبيز اتجه الى منف وفتحها وغلب اب سيماتيك ويبقى هنا عرفنا مقوامة المصريون للفرص مقوامة الابطال الاحرار وكانت نتيجة ذلك ان تحررت مصر من بطش فارس الفصل الاول كان بيتكلم عن الايه عن الهكسوس ده كان الفصل الاول والفصل التاني اتكلمنا عن الفرص في الفصل التالت بقى هنتكلم عن اتنين عن الصليبيين وعن المغول تعالوا مع بعض نبدأ واحدة واحدة ونتكلم الاول عن الصليبيين لماذا جاء الصليبيون الى مصر ليجوا لمصر اهو ليدخلوا ارضها ويستعبدوا اهلها ويحطموا كيانها طيب ما موقف الشعب المصري من هذه الحملات اهو ما لانت مصر لم يضعف المصريون ولم يخضعوا بل وقفوا اه وما استكانوا بل وقفوا في وجه الغزاة وقفة رجل واحد طيب الى اين اتجهت الحملات الصليبية اتجهت الحملات الصليبية الى الشام واسيا الصغرى وكم قرنا استمرت استمرت قرابة قرنين من الزمان طيب من اين جاء الصليبيون من اوروبا او اقوله جاء الصليبيون من بريطانيا وفرنسا والنمسا ومن كل مكان في اوروبا عايزين بقى انتكلم عن صلاح الدين الايوبي يبقى سؤال متى استرد صلاح الدين بيت المقدس من الصليبيين اهو استرد بيت المقدس سنة خمسمية ثلاثة وتمانين هجرية طيب كيف كان يعامل الاسرة كان يحسن معاملة الاسرة ويدفع الغرامة الحربية عن الفقراء ويعفي منها النساء والاطفال طيب كان صلاح الدين الايوبي شهما نبيلا في معاملة الاعداء اذكر موقف هقوله موقف الامرأة المسيحية عندما فقدت امرأة مسيحية طفلها ذهبت اليه تبكي وتصرخ وتروي قصة طفلها فامر بالبحث عن الطفل حتى عفر عليه وسلمه لامه طيب بيقول لنا هنا وبعد ان هزم صلاح الدين الايوبي جيش الصليبيين هزيمة منكرة في واقعة حطين يبقى نركز هنا عندنا اول موقعة اسمها موقعة موقعة حطين كانت بين من ومين كانت ما بين صلاح الدين الايوبي وما بين الصليبيين من اللي انتصر صلاح الدين الايوبي يبقى ايجابة السؤال اللي موجود قدامنا كان لانتصار صلاح الدين في حطين رد فعل من الصليبيين وضح ذلك كان ايه رد فعلهم ايوة جهزة لويس التاسع ملك فرنسا حملة صليبية جديدة لغزو الشرق مرة اخرى للثقر ليثقروا من هزيمتهم في حطين طيب كان الموقعة اللي كانت ما بين صلاح الدين والصليبيين كان اسمها موقعة موقعة او وقعة حطين كانت بين من ومين بين صلاح الدين الايوبي وبين الصليبيين ومن اللي انتصر صلاح الدين الايوبي طيب الحملة الصليبية كانت بقيادة مين بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا واستولت على ضميات. بقيت فيها مدة ايه? ست شهور. ليه? ليستكمل معداته الحربية. معدات حملاته. يبقى هنا عرفنا ايه المفاجأة التي حدثت اثناء استعداد الجيش الصليبي للزحف على المنصورة? المفاجأة وفاة الملك الصالح ملك البلاد. طيب برضو هنا ايه الضر التاريخي الذي لعبته شجر الضر في موقعة المنصورة? انها اخفت نبأ وفاة الملك الصالح. حتى لا يضعف ذلك عزيمة الجنود. وقامت هي بتصريف شؤون الملك وتدبير امر الحرب. واصدار الاوامر باسم زوجها. حتى يعود ابنه توران شاه وارس العرش. واعلنت ان الملك مريض لا يستطيع ان يستقبل احدا. وبدأت المعركة الكبرى التي اشترك فيها الشعب والجيش. وخرج فيها ابناء المنصورة. رجالا وصغارا. يبقى هنا المعركة اسمها معركة الايه? معركة المنصورة. كانت بين من ومين? كانت ما بين شجر الضر المصريين وما بين لويس التاسع مالك فرنسا. وانتهت بانتصار المصريين وهزيمة الجيش الفرنسي واسر والقبض على مالك فرنسا وسجنه في دار ابن لقمان. يبقى كيف انتصر المصريون على الصليبيين في واقعة المنصورة? اه اشترك الشعب هو الجيش في المعركة. وحاربوهم في الشوارع والطرقات ومن فوق المنازل. وهزم الجيش الفرنسي هزيمة منقرة. ايه مصير لويس التاسع? اهو قبيض عليه. وامرت شجرة الضر بسجنه في دار ابن لقمان بالمنصورة. ثم اخلي سبيله بعد ان دفع فيدية كبيرة تعويضا عما احدفه جنوده من تدمير وتخريب. خلصنا كده الكلام عن الصليبيين. نبدأ نتكلم بقى عن المغول. مين هم المغول? هم قوم استوطنوا بلاد من غليا شمالية الصين. يحاربون امبراطورية الصين ويلتهمونها جزءا بعد جزء. طيب مين قائد المغول? قائد المغول اسمه هولاكو. طيب ماذا طلب من الخليفة العباسي? وكيف قابل الخليفة العباسي هذا الطلب? طلب منه الخضوع والاستسلام. وكيف قابل الطلب? رده الخليفة العباسي في كبرياء. رفض الاستسلام. طيب ايه كانت النتيجة لرفض الخليفة العباسي لطلب المغول? اه انطلق المغول بجيشهم الجبار مكتسحين ارض العراق حتى وصلوا الى حدود بغداد. وانطلقوا فيها تدميرا وتخريبا وانتهت بذلك حياة الدولة العباسية بعد ان عاشت خمسة قرون كاملة. وقبل ما نتعرف على المعركة بقى اللي ما بين قطز والمغول جاوبنا برضو على السؤال ماذا كان يعتقد المغول عندما اقتربوا من مصر? كانوا يعتقدون ان مصر ستسلم لهم كما سلمت غيرها من البلدان. وعرفنا برضو موقف الشعب المصري من قدوم السيل المغولي تصدى بكل شجاعة وامان ورفض الاستسلام والخضوع. تعالوا مع بعض بقى نتعرف على المعركة ما بين قطز والمغول. والخطة التي قعدها قطز للانتصار على المغول. في معركة اسمها معركة عين جالوت. يبقى دي المعركة التالتة اللي هنتكلم عنها. اتكلمنا عن معركة او موقعة حطين وموقعة المنصورة والموقعة التالتة اسمها موقعة عين جالوت. عين جالوت احنا قلنا خلاص حطين كانت ما بين صلاح الدين والصليبيين. والمنصورة كانت ما بين شجر الدر والويس التاسع ملك فرنسا. عين جالوت بقى ما بين قطز وما بين المغول. عازلنا نعرف برضو من الانتصر. احتشد الجيشان كل في مواجهة الاخر وقرعت الطبول ونفخت الابواق وكتب لقرية عين جالوت. ان تشهد الصراع العنيف الذي لا يحدد مصير. مش هيحدد مصير مصر بس. مصير مصر وحدها. بل مصير العلم المتمدين كله. واستضمت فرسان المغول الطائرة بالجنود المشاهل مصريين الراسخة الاقدام. وعندما ضغط المغول اعزلنا نعرف الخطة. اول ما ضغط المغول على قلب الجيش نفذت خطة التظاهر. يبقى ايه كانت ايه الخطة اللي عملها قطز? اه التظاهر بالانقصار والفرار. هي يمثلوا انه هما ايه? بيهربوا. فتحصل ثغرة. فحدثت الثغرة. يعني الثغرة? يعني فراغ. يندفع اليها المغول بقوة. حتى قطعوا يجروا وهم يجروا وراهم. وبجيش المصري يحصرهم من الجنبين. اهو اندفع اليها المغول بقوة. حتى قطعوا فيها مسافة مناسبة. ولما حلت اللحظة الحاسمة عاد الفرون وبادر السلطان الى استئناف الهجوم بعزم راسخ وهو يصيح واسلاماه. وايدته قوات الجانبين بشدة وعنف. فاختلت وازن المغول. وانفصلت صفوفهم. وارتدوا نحو التلال القريبة. وهنا جه دورمين الفرسان بقيادة الامير بيبرس. فانقض عليهم بفرسانه واستقرعوا التبول القاصف. وارتفع الهتاف الله اكبر من بين الصفوف كالرعض يشق عنانا السماء. استمرت المعراكة من الصبح الحد الظهر. المغول لقوا نفسهم بيلاقون الضربات الواحدة بعد الاخرى دون رحمة او شفقة. ولم يتوانى قطز بعد ذلك عن مطاردة الجيش المغولي. طارد الجيش المغولي المهزوم لحد حتى طهر ارض الشام. وانتصر قطز على المغول في موقع عينجالوت. وكان يوم عينجالوت يوما مجيدا. كان يوما خالدا. لا في تاريخ مصر وحدها بل في تاريخ العالم كله. والمدنية باسرها. لقد كان هذا السيل المغولي المدمر ينذر بالخراب والضمار كل مكان حل به. ولولا شعب مصر يا ولدي امن بنفسه ووقف في وجه المغول لن دفعوا الى الغرب والاندلس واوروبا مخربين مدمرين. هكذا هزم الطغاء. وتحطم البغاء. وتشتت شمل الغزاء. وكانت مصر مقبرة للسليبيين والمغول. الفصل الرابع بعنوان مصر الثائرة. في الفصل الرابع هنتكلم عن كفاح المصريين ومواجهة الاحتلال الفرنسي. في الاسكندرية والقاهرة ومنطقة البحر الصغير وفي صعيد مصر. نبدأ بالاسكندرية بطولة محمد كريم. اول سؤال هنا لما يجي يقول ماذا عرض نابليون على محمد كريم? وما موقفه من هذا العرض? الاجابة عرض عليه البقاء في منصبه. مقابل ان يساعد الجيوش الفرنسية على النزول الى ارض الوطن. وما موقف محمد كريم من هذا العرض? رفض وتزعم المجاهدين. وعاد يكافح حتى قبض عليه رجال نابليون وارسلوه للقاهرة لمحاكمته. طيب بما حكم على محمد كريم? اه حكم عليه بالقاتل رميا بالرصاص ومصادرة امواله واملاكه. طيب من الله يكمل الكفاح بعد محمد كريم? اهو عمر ماكرم يتزعم الثورة. يبقى مين اللي حمل لواء الكفاح بعد محمد كريم? رفض عمر ماكرم. وما دوره في مواجهة الفرنسيين? تقدم الصفوف واشعل الوطنية في الصدور ونظم الصفوف في كل حي وفي كل مكان. يبقى ايجابة السؤال بما امن نابليون بونابرت بعد مقاومة الشعب المصري له? امن انه امام شعب عنيد لن يسكت حتى تعود له حريته واستقلاله. وماذا ادرك? ادرك ان الامر لن يستقر له في مصر على هذا الحال. وغادر نابليون بونابرت مصر خفية في اغسطس عام الف سبعمية تسعة وتسعين ميلادية. ايه السبب? عندما علم بتظهور مركز فرنسا الحربي في اوروبا. وامر نابليون ان يكون كليبر قائد الفرنسيين في مصر من بعده. ولم يكن نابليون بونابرت قد قابل ما قبلوش. قد قابل كليبر قبل سفره او استشاره فيما فعل. فكان غيز كليبر عظيما وغضبه شديدا عندما علم بهذه الحقيقة. يبقى عرفنا سبب مغادرة نابليون مصر خفية في اغسطس الف سبعمية تسعة وتسعين بسبب تظهور مركز فرنسا الحربي. ومن قائد الفرنسيين من بعد? كليبر. وهي سبب غضب كليبر ان نابليون بونابرت لم يقابل كليبر قبل سفره ولم يستشيره فيما فعل. وفي عهد كليبر عاد المصريون للكفاح من جديد. فاذ بصورة عنيفة صادرة من اعماق القلوب تنبعث من القاهرة مرة ثانية. ولقد وصف المؤرخون الاجانب كفاح شعبنا المصري المجيد في هذه الثورة بانه فاق كل حد. يبقى عرفنا هنا دور النساء في ثورة القاهرة الثانية كانت تقوم النساء بخدمة الثوار واعداد الطعام ويأخذن جنود فرنسا قاهرا الى المنازل القريبة للقضاء عليهم ودفنهم تحت الفرق. وعرفنا برضو ماذا فعلك ليبر للقضاء على ثورة القاهرة حاصر منافذ القاهرة بالمدافع الثقيلة ومنع وصول الاغذية الى جماهير الشعب حتى خيم شبح الجوع وسيطر الجوع على اهل القاهرة جميعا. ومع ذلك ظل الشعب ثائرا. يبقى احنا كده اتكلمنا في الاسكندرية والقاهرة. تعالوا مع بعض نتكلم برضو عن المقاومة في منطقة البحر الصغير. يبقى عرفنا خلاص ان حسن طبار هو زعيم المقاومة في منطقة البحر الصغير. وعرفنا ان ده الدور الذي قام به. اتصاله بمشايخ القرى والبلاد واهلها. ونظم الصفوف ويثير الحمية في الصدور. يشعل الحماسة ويحرك فيهم روح الوطنية المتأصلة في اعماق القلوب حتى استطاع ان يستفزهم للمقاومة والصمود امام العدو. وحاول الفرنسيون ان يجتزبوا حسن طبار لصفوفهم فما ضعف وملان. فاضطر الفرنسيون ان يرهبوه ويرهبوا رجاله. تحركت حملاتهم واتجهت الى بلدة الجمالية في هذه المنطقة عن طريق البحر. يبقى هنا عرفنا ماذا حدث للحملة الفرنسية عندما وصلت بلدة الجمالية وحلت سفنهم في بحر اشمون من قلة المياه فيه. وعرفنا برضو كيف واجهها الشعب في هذا الوقت انتهز الشعب هذه الفرصة وراح يمطرهم وابلا من الرصاص والاحجار. وعرفنا كيف انتهت معركة الجمالية انتهت بنصر الشعب المصري وانسحاب الفرنسيون بعد اشعال النار في البلدة كلها. وما اثر انتصار الشعب المصري في معركة الجمالية ارتفاع الروح المعنوية والتشجيع على الاستمرار والالتفاف حول حسن طبار. عايزين نتكلم بقى عن المقاومة في الصعيد في نجع البارود. بعد ان نزل الفرنسيون ارض مصر وتغلغلوا فيها وسيطروا على اجزاء كثيرة منها. صارت سفنهم في نهر النيل متجهة نحو الصعيد حتى وصلت الى قرية جنوبي قنى تسمى نجع البارود. وما ان رأى اهل البلدة سفن العدو غضبوا وثاروا اندفعوا نحوها اندفاع رجل واحد برغم ان عدد هذه السفن بلغ كام? اثنتي عشرة سفينة. اتناشر سفينة محملة يبقى اتناشر. سفينة محملة بالايه? محملة بالزخيرة والاخذية. نزلت جموع الناس الغاضبة في مياه النيل سابحة نحو صفن العدو. وصل اوليها. هجموا عليها. واستولوا على ما فيها من زخائر. استخدموا ما اخذوه من بنادق في مهاجمة الباخرة التي كانت تحمل القائد الفرنسي حتى جنحت الى الشاطئ. فتساعدت صيحات الجماهير الغاضبة وتوالت طلقات الرصاص تصيب جسم السفينة. القائد الفرنسي بقى اللي كان موجود في السفينة لم يشأ ان يترك السفينة للصوار. اشعل النار في مخزن البرود وتساعدت السنة النيران. ونزل الثوار الى ماء النيل في اعقاب القائد الفرنسي نزل وراه. وادركه احد الشبان الاشداء وهو يصارع الموج ثم حمله الى الشاطئ وقد انهكه الاعياء. وفوق الشاطئ لفظ هذا القائد الفرنسي انفاسه الاخيرة. وانتقاما مما حدث تتابعت هجمات الفرنسيين على طول الطريق من اسوان الى قوس. واخذت السورات تخزو السعيد كله من الشمال الى الجنوب. ودبت حركات المقاومة في كل مكان. وعند بلدة ابنود. نتكلم بقى عن ابنود. دارت معركة شديدة بين قوات الشعب والجنود الفرنسيين. عايزين نتكلم هنا عن احمد الابنودي. الذي واقف وسط هذه المعركة. يدعو الى الصمود ومقاومة العدو. قائلا لقد عزمت على ان افأر من هؤلاء الفرنسيين الذين جاءوا لاغتصاب ارضنا وبلادنا. ولو كان في ذلك موتي ونهايتي. فما كان من اهل البلدة الا ان صافحوا احمد الابنودي وعاهدوه على المقاومة والكفاح. خرج احمد الابنودي ومن انضم اليه من رجال البلدة لمواجهة العدو الفرنسي القادم اليهم. وقد امسك كل منهم بمدفع حديث مما استولى عليه اهل الصعيد من الجنود الفرنسيين. جاء الجنود الفرنسيون بجنود وعتاد كثير. فتحصن احمد الابنودي وبعض رفاقه في موقع حصين بالبلدة. راحوا يطلقون الرصاص على العدو القادم نحوهم. فما كان من جنود العدو الا ان اشعلوا النار في مساكن البلدة. فاصبحت كتلة نيران ودخان. ظل احمد الابنودي يقاوم ويقاوم ساعة بعد ساعة وكان قد احتمى بقصر مهجور لاحد المماليك وبمسجد قريب منهم. وبعد فترة ضعفت قوى الفرنسيين وتكف مدافعهم عن الضرب. ويشرعون بدأوا في الانسحاب وقبل الانسحاب اشعلوا بعض الفتائل ثم القوها على القصر والمسجد. ونصب الفرنسيون مدافع جديدة وبدأوا يشنون حربا طاحنة على الشعب. في هذه المرة كانت المدافع جاهزة. بحيث لم يستطع الاهالي ان يصمدوا امامها طويلا. احدثت الطلقات ثغرات في المسجد والقصر فتصرب منها الجنود الفرنسيون الى الداخل. واشد ما كانت دهشتهم عندما وجدوا انفسهم محصورين بسطار من الدخان اعمى ابصارهم. واذهل عقولهم. فاصابهم الاغشاء وسقطوا على الارض كما تتساقط اوراق الخريف. سعد احمد الابنودي الى المئزنة. وفي يده مدفعه. واخذ يرسل الطلقات بعد الطلقات وهو يقول الله اكبر الله اكبر انقضى النهار واحمد الابنودي معلق فوق المئزنة. وهو يسدد الضربات الى الفرنسيين. وعند الليل تسلل الابنودي من المسجد بعد ان لبس سيابا اخرى وترك الاولى في المئزنة. وفي الصباح في اليوم التالي خيل لاحد الجنود الفرنسيين ان احمد الابنودي واقف في المئزنة لا يتحرك. فوجد في نفسه الشجاعة للصعود الى المئزنة للقبض عليه. واشد ما كانت دهشته عندما ادرك ان هذه ثيابه وانه قد انسحب. ارادة الشعب وعزل الوالي التركي خرشد. يبقى احنا عرفنا كيف كان الشعب المصري يعامل الحاكم الظالم كان يقف له في بداية الامر ناصحا محذرا. فان لم يستمع يثور عليه ويتمرد عليه وينزله من عرش. وعرفنا لماذا ثارت مصر على الوالي التركي خرشد. لانه كان فاسدا. ظالما. حاكما. مستبدا. قاسيا. لا يحب الشعب. وكان كل همه جمع المال. وكان يستعين في حكمه لشعب مصر بجنود غير مصريين. يبقى مهم هنا نعرف الواقعة التي اثارت غضب الشعب المصري ضد خرشد. اعتداء جنود خرشد على الاهالي ونهبهم للمحلات وسلبهم الاموال من المواطنين وخطفهم البضاعة من الباع الجائلين. وكان ذلك في مايو سنة الف تمنمية وخمسة ميلادية. وقد لجأ الشعب في هذا الوقت الى المشايخ والعلماء. وكان لهم في هذا الوقت مكانة عظيمة عند الناس. يبقى لجأوا الى المشايخ والعلماء. لان لهم مكانة عظيمة عند الناس. وكانوا موضع احترام وتقدير. يبقى هنا عرفنا المكان الذي تجمعت فيه جموع الشعب تجمعت خول دار المحكمة العليا. ولماذا? لتقديم مطالبهم الى هذا الوالي الاحمق الى خرشد. طب اذكر المطالب التي تقدم بها الشعب الى خرشد. تلاتة تحفظهم. رقم واحد خروج الجنود الاجانب من البلاد. اتنين عودة المواصلات بين الوجهين البحر والقبل. تلاتة عدم فرض ضرائب جديدة من غير موافقة العلماء وزعماء الشعب. وايه موقف خرشد من هذه المطالب سخر منها وانقر حق الشعب في هذه المطالب. طيب ايه نتيجة رفض خرشد لمطالب الشعب? ازداد الشعب غضبا وثورة وقرروا خلعه وقرروا محاصرة خرشد في قلعاته. وظل الشعب يحاصر خرشد في قلعاته معلنا انه لن يتخلى عن مطالبه ولو كره الوالي وجنوده. يبقى احنا عرفنا هنا نتيجة محاصرة خرشد ونتيجة لاصرار الشعب وارداته قام سلطان تركيا بخلع خرشد لتهديئة لهذا الشعب الغاضب الثائر وتحقيقا لرغبات الشعب واستجابة لمطالبه. شعب رشيد وحملة فريزر عام الف تمامية وسبعة ميلادية. يبقى الدليل على ان شعب رشيد شعب مجيد انه رفض في عام الف تمامية وسبعة الاستسلام للحملة الانجليزية بالرغم من ان حامية رشيد لم تكن تزيد على سبعمائة جندي. يبقى عرفنا اين وصلت الحملة الانجليزية? وصلت الى الاسكندرية. بقيادة مين? بقيادة فريزر. امتى? في منتصف مارس الف تمامية وسبعة. مين محافظ الاسكندرية? امين اغا. وما موقفه من الحملة الانجليزية? سلم لهم الاسكندرية. ولماذا? لانه كان تركي الاصل لا يجري في عروقه الدم المصري الابي الاصيل. يبقى احنا عرفنا هنا ان محافظ رشيد خير شعبه بين امرين. فما هما? الصمود للعدو والاستشهاد في سبيل الوطن. والاختيار التاني قبول الذل والعار والهوان. وايهما اختار الشعب? اختاروا الصمود والاستشهاد في سبيل الوطن. يبقى سؤال هنا علل او بما تفسر او ما سبب ارسال محافظ رشيد الرسل خارج المدينة? ليخبروه بموعد قدوم جيش الانجليز الزاحف نحوهم ليكون الشعب على استعداد للقاء. كيف استعد اهل رشيد للقاء الانجليز والقضاء عليهم? الاختباء في المنازل والمتاجر وتوزيع الجنود المصرية مع المجاهدين على المنازل الواقعة في شارع ذهيز الملك والمشرفة عليه. لان هذا الشارع يسير مستقيما حتى ينتهي الى حدود رشيد الشرقية على ضفة النيل. كما صدرت الاوامر بفتح الباب الغربي المتصل بدهليز الملك. ففتح على مصرعيه فتح لهم الباب. وانسحب الجنود من خلف الاسوار الى داخل المدينة. وعند الظهر دخل الجنود الانجليزة من باب المدينة امنين. وقد انتشروا في شوارع المدينة طبقا للخطة المرسومة. وفجأة انهال عليهم الرصاص. يعني نزل عليهم بشدة. الرصاص من المنازل والنوافذ يحصدهم حظا. وفي غمرت هذه المفاجأة. يعني من شدة المفاجأة خرج من المنازل الجنود والاهالي المجاهدون. وقاتلوا الانجليز بالسلاح الابيض. ففتكوا بهم فتكا زريعا. وعرفنا برضو هنا دور النساء في التصدي لحملة فريزر. كنا ينشدنا الانشيد ويضربنا بالدفوف لاثارة الحماسة بين الجنود. وكانت نتيجة ذلك هزيمة الانجليز. وخرجوا من باب المدينة هاربين الى الصحراء. اترككم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.